تأكيدا على الحل في سوريا وبناء على القرار الفين ومائتين واربعة وخمسين فرضت الولايات المتحدة الامريكية عقوبات على ثمانية عشر فردا وكيانا بسبب دعمهم للنظام أسد وآلته العسكرية ومن أبرز المعاقبين الجدود عائلة الأخرس وابنتهم اسمها زوجة بشار الأسد حيث طالت العقوبة كل من والديها فواز وسحر الأخرس وشقيقيها فراس وإياد الأخرس هذه العقوبات بررها بيان لوزارة الخزانة الأمريكية بأن عائلتي الأخرس والأسد ركمت ثروات بطرق غير مشروعة في أوروبا ودول الخليج على حساب الشعب السوري منويهة إلى أن واشنطن ستوصل ضغطها على أسد ودعميه لمنعهم من جمع الموارد للاستمرار في فضائعهم كما استهدفت العقوبة معاون رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية كفاح ملحم والمستشارة الرئيسية لأسماء الأسد لينا الكناية وزوجها عضو مجلس الشعب التابع لبشار أسد محمد مسوتي إضافة إلى شركات سوران وليا وبوليميديكس وليتيا كونها خضيعة أو مملكة بشكل مباشر أو غير مباشر لمسوتي ومن أهم الكيانات التي استهدفتها العقوبات الجديدة المصرف السوري المركزي والذي كانت تستثنيه العقوبات وبالتالي إزالته من قوائم البنوك الدولية في نظام الإرسال المالي المؤمن والمعروف اختصارا بالسويفت الأمر الذي يعطل الدفع مقابل عملياته التجارية من استيراد وتصدير وهذه هي الحزمة السادسة من العقوبات بموجب قانون قيصر ويتزامن صدورها مع الذكرى السنوية الأولى لتوقيعه حيث طالت الحزمة الأولى شهر حزيران الماضي تسعة وثلاثين فردا وكيانا على رأسهم بشار الأسد إذ يعاقب القانون كل من يقدم الدعم العسكرية والمالية والتقنية لنظام أسد إضافة لكل من يحاول المشاركة في إعادة الإعمار فهل تحمل هذه الحزمة من العقوبات أي دلالات مختلفة عن سابقاتها خاصة أنها تستهدف عائلة تفواز الأخرس الحاملة للجنسية البريطانية الذي يعمل طبيبا لأمراض القلب فيها كما أنه شريك أساسي في الشركة الوطنية للخدمات الطبية في سوريا ويستغل علاقاته في دول الخليج والاتحاد الأوروبي وبريطانيا لترويجي لبشار أسد وإعادة تحويمه على صفحي شكرا شكرا للمشاهدة